اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استمرار جهود تعزيز الرقابة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي بما يسهم في الحفاظ على المال العام واستدامة الموارد ويدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لافتا سموه إلى ما تتمتع به الكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين من حس وطني وحرص على أداء المسئوليات بأعلى درجات الإتقان والتميز بما يدعم عمل الجهات الرقابية على العمل الحكومي ويضمن الإدارة الأمثل للمال العام جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إذ رفع إلى سموه تقدير الديوان السنوي التاسع عشر للسنة المهنية 2021-2022 حيث نوها سموه بالتعاون القائم بين الوزرات والأجهزة الحكومية وديوان الرقابة المالية والإدارية وهميته في تعزيز آليات الرقابة والتوظيف الأمثل للموارد بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن وأشهد سموه بالكوادر الوطنية من منتسبي الديوان وما يتمتعون به من كفاءة عالية وخبرات تراكمية في مجال الرقابة لافتا سموه لمواصلة تعزيز التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية منوها سموه بالجهات التي تعمل على أن تكون إجراءاتها الإدارية والمالية على النحو المحدد لها تعزيزا لأفضل الممارسات في الحفاظ على المال العام وحسن إدارة الموارد وضرورة مبادرة الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات لتصحيحها فورا من جانبه أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد أن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشاءه يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من لدني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى الدعم والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان من قبل الجهات المشمولة بالرقابة وثمن معاليها التعاون الذي أبدته الوزارات والمؤسسات والجهات المشمولة بالرقابة والتي أتاحت المجال ومكنت فرق عمل الديوان من تنفيذ خطط العمل وإنجاز المهام بكفاءة ومهنية واقتدار وأوضح أن أعمال الرقابة التي أنجزها الديوان شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئية وغيرها وتركزت على الجوانب المالية وعلى رفع كفاءة الأداء وأوجه التطوير حيث تبنى نهج التدقيق الشامل من خلال تنفيذ المهام الرقابية الأفقية على المواضيع الاستراتيجية وأشار معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى أن الديوان سيواصل تنفيذ خطط وبرامج التطوير على مختلف المجالات لا سيما الاستثمار بالعنصر البشري والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية خصوصا الحديث منها كالتدقيق الاستقصائي والتحول الرقمي والاستخدام الفعال للتكلوجيا وغيرها